هيدا البودكاست انتج حكواتي مرحبا مرحبا لجميع المستمعين بحلقة جديدة من حكي صريح مع دكتور صناظرين عبر حكواتي واليوم رح نحكي عن عشر عوامل بتسبب انه الجنس يكون مش مرده وكيفية إصلاحه هل علقين بدويمة وين عم بتحسوا انه الممارسة الجنسية تقولكن عم تكون سيئة هل عم بتميرسوا نوع من الجنس عم يخليكن انتو والشريك تحسوا حالكن محبطين أو غير سعيدين هل عم تتساءلوا شو عم بتفتقدوا اما شو اللي وصلكن لهيدا المرحلة كل هالأفكار فيها تكون كتير محبطة مع ذلك في خبر حلو هو انه في كذا خطوة الواحد فيه اتخذها كرمال يحسن الأداء الجنسي والرضى الجنسي انما السؤال الاول اللي الواحد لازم يسأله على حاله هو هل عن جد انا عم مارس جنس سيء وشو هو الجنس السيء الجنس السيء ام الجنس الغير مردى فيه يعني كتير اشياء مختلفة لكل سنائة ونفس الشي بينطبق على الجنس الجيد ام جود سكس كمان فشو هو الجنس الجيد ام المردى والجنس السيء ام الغير مردى اولا كتير مهم انه نعرف شي فيكون سيء للكون فيكون رائع لغيركن جميل الجنس احيانا حسناته هو انه كلا الشركين بيحتاجوا لشعور بالرضى بانتظام للخروج من الفئة اللي منسميها الفئة السيئة يعني هذا الشي مرتبط بشعور كون الزيتة بالاكتفاء وبالرضى الجنسي ويمكن انه كل واحد منا فريد عن غيره فمن المنطقة انه يكون نقول هالشي سهل بس انه الطبقه يكون اصعب بالنهاية حتى اذا احد الشركين كانوا نفكر انه الجنس رائع والاخر عم بيفتكر ام عم بيحس انه الجنس غير مردى فبتظل الممارسة الجنسية بيناتهم سيئة بمعنى اخر بتكون تفكروا بالجنس الجيد كاللعبة بيفوز فيها الجميع وما حدا بيخسر يعني بدون يكونوا الشركين راضين فشو لازم الواحد يعمل اذا حياته الجنسية منا مردية لاحقا كتار بيفكروا اول تفكير بيجي عراسهم ام اول فكرة بتجي عراسهم هو انه خلاص لازم ننفصل ام لازم نطلق لا قبل ما تفكروا باي انفصال ام باي طلاء الواحد فيه يفهم شو هنه شو الاسباب لالجنس السيء ويبليش يصلحها لانه اذا ما فتشتوا على الاسباب فيكن ترجعوا تواجهوا نفس المشاكل بعلاقة جديدة فما لازم تهربوا من العلاقة بالعكس لازم تفهموا شو عم بيصير مزبوط تشتغلوا تعطوا الوقت تتشوفوا اذا قادرين تحسنوا هالعلاقة اما لا فركزوا اول شي على التحسن بممارسة الجنس وتذكروا ان الجنس هي مهارة يعني الواحد بيتعلمه ومع الوقت بيصير يكتسب مهارات جديدة بتتمثل الخطوة الاولى لحل مشكلة الجنس السيء بتحديد المشكلة ام المشاكل وبمجرد القيام بذلك رح تقدروا تشتغلوا على الحل فرح نعطي عشر عوامل بتدل على الجنس السيء وكيفينا نصلحها اول عامل ام حتى اول علامة هو اذا انتو مش حاسين حالكن مرتحين مع الشريك عادة ممارسة الجنس بتحطنا بموقف وين منكون عن جد مكشوفين وضعاف مش بمعنى ضعيف يعني ما فينا نعمل شي بس بمعنى وين عن جد عم نتعرى كليا فمنصير حساسين اكتر من العادي فبس تبيرصوا الجنس عم بتشاركوا جزء كتير شخصي من نفسكن وصعب انو الواحد يعملوا فانتو مش بس عم تفرجوا صفاتكن الجسدية الافضل والاسوأ حسب بس كمان عم تكشفوا على اعمى اسراركن الحميمة حول شولي بيصيركن لهذا السبب الجنس بيكون افضل بس تكونوا حاسين بالراحة مع الشخص التاني ففكروا بالتالي هل بتحسوا براحة اكبر انو تتحدثوا مع اصحابكن ام مع شخص غريب تماما عادة العالم بحسوا براحة اكبر انو يدرتشوا مع حدا بيعرفوه منيح والاشخاص اللي بيتقبلون مثل ماهنة حتى بعد ما يعرفوا القصص اللي منيحة فيكن والسيئة فيكن فالشخص بحاجة تيحكي وتيكون مرتاح انو يحس بتقبل من الاشخاص اللي حواليه تيقدر عن جد يحس بالامان ويحس انو فيه يكون ع طبيعته من دون الخوف من الحكم عليه ونفس الشي بالنسبة للجنس فمتل ما نحنا ننفتح اكتر بالمحادثات بس نكون مرتاحين مع الاشخاص اللي حوالينا بس نكون بعلاقة رومانسية ام جنسية ام جسدية افضل التفاعلات هي بس تكونوا مرتاحين مع الشريك والعكس صحيح يعني بس تحسوا بالامان سواء بنتحسن الجنس بشكل كبير فاذا انتو مش حسين بالراحة ام بالامان مع الشريك كيف يكون تصلحوا الموضوع اولا خصصوا وقت لبعضكن البعض بعيد عن الجنس تحدسوا عن امور الحياة تسمعوا لبعض وكمان بتكون تصنعوا مع بعض بعض الزكريات وهذه الزكريات بتربطكن لبعض وبتقربكن لبعض هذا الوضع ام هذا الامر بتطلب الاستمرارية كمان يعني الواحد بس يكون بعلاقة لفترة طويلة بيدل بحاجة انه يكون عنده اوقات ممتعة بعلاقته خارج الجنس وكل ما زادت جودة هالوقت اللي انتو بتقدوه سواء خارج غرفة النوم رح تحسوا بالمزيد من الامان والراحة بغرفة النوم وبالسرير ففكروا بالامر بهالطريقة كل ما انتو مرتاحين اكتر بعلاقتكن كل ما تحسنيت علاقتكن بغرفة النوم تاني عامل بيسبب جنس غير مرد وجنس سيء هو اهمال المداعبة بس يكون الامر متعلق بالجنس معظم الافراد ما بيرغبوا ان الشريك يروح مباشرة للالالاج المداعبة ضرورية لجعل الجنس مرد اكتر ويبدو انه معظمنا ما بيمارس ما يكفي من المداعبة بدراسة وان طلبوا من الرجال والنساء تقدير المدة اللي بيقضوها عادة بالمداعبة ومن الناحية المثالية المدة اللي بيرغبوا بقضاء بالمداعبات قال كل من الرجال والنساء انه بيرغبوا بقضاء خمسين بالمية من الوقت الاطول بالمداعبة فمن الواضح انه معظمنا ما عم بيوصل للهدف فبينما بيرغب معظمنا بغض النظر عن الجنس اذا احنا رجال ام نساء بمزيد من المداعبة فالمداعبة شي كتير مهم بشكل خاص للمتعة والرضا الجنسي للمرأة وللرجال لعدة اسباب احد الاسباب هو ان المداعبة بتسمح لمزيد من الوقت لزيادة الايسارة وزيادة الانتصاب وزيادة الترتيب المحبلي وبالتالي عانجا تخلق ظروف تسمح لممارسة الجنس بشكل مريح اكتر ما بنا ننسى انه بعض النساء بتاخد وقت اكتر الابلوغ النشوة مقارنة بالرجال لزي اللي كتير مهم للنساء انه كون في جلسة مداعبة طويلة كرميل تضمن انه الشركين عم يوصلوا للنشوة بنهاية الممارسة فباختصار اذا انتو حولتو انو تدخطو خطوة المداعبة فارجح شي انو رح تكونو عم بتمارسو الجنس مخيب للامل لسوء الحاز بيلوم كتير من الرجال شركاتهم على الجنس السيء بينما المشكلة الحقيقية بتكون متعلقة بقلة المداعبة وعادة هيدا الشيء بتكون متعلقة اكتر بالرجل مما بالمرأة ما انو بعد النساء بتقول انو ما بتحب المداعبة بلكل انو ما بتعارف شو بتحب مزبوط لذلك لازم تستكشفوا هالشي سوا فكيف بنصلح هيدا الموضوع حضروا حالكن واستعدوا ذهنيا وحطوا براسكن انو المداعبة رح تكون الخطوة الاولى قبل الممارسة الالاج ودايما تأكدوا انو هيدا الشيء عم بيصير متل ما بتعرفوا انو سيارة بعد ما حميت بركي ما فيها تمشي وما فينا اصلا ندور المكيف بالسيارة اذا كانت السيارة اذا تحت 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 الشمس نفس الشيء تدقدر نحمي مزبوط ونقدر نمارس الجنس بطريقة ممتعة ومسيرة لازم نحمي الجسم ونخلي يكون فيه مدعبات طويلة كرميل عن جد الشركين يكونوا مستعدين لممارسة الالاج وبركي ما تمارسوا الالاج بس تمارسوا مدعبات وهيدي كمان ممارسة جنسية فيها تكون كتير حلوة وكتير ممتعة العامل الثالث اللي بيخلي الجنس ما يكون مرد هو بس يكون الجنس عم ينتهي بس يقذو في الرجل بأي جانب من جوانب اللقاء الرومانسي اذا بس بتفكروا باحتياجات كون الخاصة بأنانية هيدا الشي رح يوصل لنتيج عكسية هائلة وهيدا الشي كتير بينطبئ لأكثر اللحظات حميمية وبما انه ربع النساء فقط ام تقريبا عشرين بالمئة من النساء بيبلغوا النشوة الجنسية اثناء الالاج المهبلة بغض النظر عن البندة اللي بيستغرقها الالاج وبغض النظر عن حجم العدو الزكري وبغض النظر عن شعور المرأة تجاه الرجل او العلاقة فهيدا الشي بيوضح لنا وبيفرجينا انه اذا ما عم نحتم بنشوة المرأة وبس عم نوقف الممارسة بس يقذف الرجل عم نخلي المرأة غير راضية وغير مكفية جنسيا فاذا بتكون انه الشريك اللي معكن يكره ممارسة الجنس معكن هو اذا بتوقفوا الممارسة الجنسية بس انتو تبلغوا النشوة وبتوقفوا انو تحافزون وانو عن جد تسمحولون انو يوصلوا هني كمان للنشوة فكأنو انتو عم بتقولوا انا وصلي اللي بديه شكرا خلينا نعمل غير شي اذا انتو عم تبلغوا النشوة الجنسية مدون ما تعطوا الشريك اللي معكن الفرصة للاستمتاع بنفس الشي هدا شي بيقدي الى جنس سيء بس كمان في قدي لمشاكل بيناتكن بيعلقتكن وبيخناءات بيناتكن بيشبه الامر نوع ما كأنكن رايحين لمباراة كرة قدم او فيلم مع الشريك وان انتو ما فيكن تفوتوا وبس واحد منكن في فوت يحضر المباراة ام الفيلم والشخص التاني قاعد ناطر برا هدا شي هبل شوي لقى فستفكروا بالجنس بنفس الطريقة انو واحد منكن عم بيوصل لنا شوي فبيكون الموضع من نفس السخافة كيفنا نصلح الموضوع تذكروا انو الجنس الجيد ما بينتهي اذا انتو قدرتوا تلبوا احتياجاتكن انتو بعض الاوقات بدوا يركز الاحد منكن على تلبية احتياجات شريكو بدون انو يتوقع يطلب نفس الشي بالمقابل وهذا الشي كتير حلو في البعض رح يقولوا بس انا الشخص اللي معي ما بيهمه اذا هو انبسط اما انبسط بس بيهمه بيمبسط اذا لبى احتياجاتي انا وما بتوقع انو اما بده حتى انو بيدله بالمقابل هيدا الشي فيكون حلو من وقت لوقت بس اذا بتفكروا فيها ما فيها تكون القادة ما فيكن تكونوا بس عم بتاخدوا ما عم بتاعتوا لانو بنهاية الطريق مع الوقت هذا الشي رح يسبب عدم رضا ورح يخفف رغبة الشريك اللي مع كون لانو ما يكون فيه نوع من المكافأة من الممارسة الجنسية او من اللزة يطلب الممارسة الجنسية فكونوا حساسين للشخص التاني وتعلموا مع الشخص التاني كيف بيبلغ النشوي بأي طريقة بيحب انو يتحفز لقدي وقت بيحب انو يتحفز وعن جد تسمعوا للشخص التاني وحطوا محلكون محل الشخص التاني هل تتقبلوا انو تمارسوا الجنس مع الشريك وبس هو ام هي تبلغ النشوي وانتو ما تبلغوا النشوي بس يخلص الشريك يتركن لوحد كون لأ فليش همتعملوا نفس الشي بالشخص التاني عامل اخر فيه اثير على الممارسة الجنسية وقد للجنس السيء هو عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية اسناء ممارسة الجنس فيه يبين الامر بديه بس فيه بعض الاشخاص ما بينتبهوا لهيدا الشيء الرجال والنساء رح يحسوا بالإش مأزاز بس يكون فيه عدم اهتمام بالنظافة الشخصية وفيه دراسة حتى ابتد انه معايير النساء اقل من معايير الرجال بمعنى انه بس يكون الموضوع متعلق بالجنس النساء اكتر حساسية لااشياء متل سوء النظافة الشخصية الواحد ما بدي يكون خبير عالم تعرف كيف يمكن انه هالمشكلة تقدي لمشاكل جنسية تنعطي مثل اذا رجعتوا عالبيت من الجيم وكنتوا عرقانين كتير وقررتوا تميرسوا الجنس مع الشريك مدوم ما تتحمموا قبل فاكيد هدا الشي رح ايدي الشريك هدا متعلق بعدم اهتمام كون لاستخدام موزيل للعرق ام تاختوا شاور ام دوش او كمان تفرشوا سنين كون ام تهتموا بغير امور متعلقة بالنظافة اللي هي كتير اساسية اكيد نظافة الشخصية السيئة شي كتير شخصية وزيت في بعض الاشخاص بيقرفوا من ريحة تمبشها من ريحة العرق في بعض الاشخاص رح يكونوا معلقين على امور بعد دقيقة اكتر يعني كتير بهمهم ان الشخص يكون مفرشة سنين ومزبوط حاطة نوع من العطر مبارفان قبل ما يميرس الجنس يكون اخذ حمام كامل قبل ما يصير فيه مميرس فكتير مهم انه تعرفوا شو فيه يزعج الشخص التاني وكتير مهم انه ما تتضايقوا اذا الشخص التاني قالكم انه هو ما تضايق من ريحة الفم من ريحة القضاء التنسولية ام ما بعرف قلة النظافة هذا الشي طبيعي ومنه متجه ضدكن كيف بتصلحوا الموضوع بطريقة كتير سهلة انه دايما تنطفو حالكن قبل الممارسة الجنسية تتقدروا تنينتكن تقدوا وقت ممتع وسألوا السؤال الشريك شو بهموا بالنسبة للنظافة الشخصية قبل ممارسة الجنس لانه اذا ما سألتوا الشخص التاني رح تتفاجئوا من الحقيقة علي قليلة بس تسألوا بتعرفوا وجهة نظر الشخص التاني وفيكن تكونوا بتناقشوا نفس الشي مع الشريك اذا كان عندكن مخاوف او تفضيلات خاصة بالنظافة كمان ما بس تعطو رأيكم تأكدوا انه عم تعملوا بطريقة مش عدئية يعني ما تهاجموا الشخص التاني ام تنتقدوا الشخص التاني بس عطوه رأيكم بالنسبة للنظافة المفتاح هو انه تعرفوا معايير النظافة الفريدة للشريك تابعو لكم تقدروا تتمكنوا من اثارة اعجاب هيدا الشريك بس تكونوا متفقين ما رح يكون صعب انه تحسنوا هيدا النقطة عامل اخر فيه سبب ممارسة جنسية سيئة هو عدم التواصل مع الشريك الفشل بالتواصل مع الشريك من اسهل الطرق لممارسة الجنس السيئة تخيلوا انه فدتوا على مطعم عدتوا على طاولة ورفضتوا انه تقولوا شو بدكن تتاكلوا للغدا كأنكن عم بتتوقعوا انه الشخص الويتر اللي رح يجي يطلب الطلبية يعرف مظبوط انتو شو بدكن شو رح يصير برأيكن هلأ فيكون حسكن كتير حلو يقدمو لكم بالمطعم وجبة غدا كتير طيبة بس من المرجح انه ما يكون الوضع بهالطريقة وما تنبسطوا بالأكلات لأنه تاكلوا شي انتو بالأساس ما طلبتوا ما حبيتوا بنفس الطريقة التواصل بغرفة انهم كتير مهم وبهالطريقة رح تقدروا تعرفوا شو بدوا الشريك لأن كن ما فيكون تقروا بأفكار الشخص التاني ما في غير طريقة الاشبال الجنسي منو شي تلقائي وما فيكون تتوقعوا انه تقروا أفكار شريك بتطلب الموضوع منيق الشي شو بتحبه شو ما بتحبه اذا عنجات حبيين انه الممارسة الجنسية تعجب كيف بتصلحوا هذا الموضوع حطوا مجهود تتحدسوا مع الشريك بموضوع العلاقة الجنسية وتتبلشوا بهذا الشي لازم تكونوا مرتاحين بالنسبة للحكة عن الجنس وكتار مننا مش معوادين انه يحكوا عن الجنس فما بيكون سهل لقلون انه يبلشوا بالحديث فبدكن تتمرنوا شوي تتبلشوا بمواضيع سهلة يعني يبلشوا بالقصص اللي عن جاد كتير بتحبوها سوى اللي بتحبوها بالشخص التاني اللي أصلا عنكن ياها بالعلاقة قبل ما تبلشوا بالأمور اللي سعب شوي أكتر وبتتعلق بأمور برك أنتو معم بتمرسوها لأنه بعد ما حسيتوا بالراحة الكفية تتحكوا عنه بس بتكن تحكوا عن رغباتكن والأمور اللي بتعطيكن إيسارة دايما تبهوا كيف رح تقولوا هيدا الشي ما بتكن تقولوا الحكي كأنه هو انتقاد عن جاد خبروا الشخص التاني انتو شو بتحبو بس دايما أكدوا على تقديركن للشخص التاني قدي بتقدرو أنا كتير بحب ممارسة الجنس معيك معاك بس باعتقد إذا عملنا هيدا الشي فيكون كتير مسير لإلنا وإذا بلجتوا تحسوا حالكن محبطين بس تحكوا عن الجنس خليكن رايقين إذا إذا عشتوا وسكرتوا الحديث هذا الشي رح يكون نوع من التحدي لإلكن ورح يضيقكن بعد أكتر بس رح تميرسوا الجنس المرة الجي لازم الواحد يقدير يحكي ويقول هذا الموضوع مزعجني شوي انتبهوا رجعوا وجهوا المحادثة لشي فيكون مصمر وإيجابة بعدين ذكروا أنه الفشل بالتواصل بالنسبة للأمور اللي بتحبوها جنسيا فيكون أحد أعراء مشاكل التواصل الأوسع بالعلاقة هبير كان كنت صعوبة أنه تحكوا مع بعض عن غير مواضيع كمان بهالحال لازم تشوفوا مستشار للعلاقات كرملة حسن التواصل بينتكن عامل آخر فيه خليكن أنه ما تميسوا الجنس بطريقة مردية هو إذا ما هم تفهموا الإشارات غير اللفظية تعووت الشريك يعني اللي أنتو بالنسبة لالكن هو علامة إسارة علامة رضا علامة قبول ومتعة بركي ما يكون عن جد تعبير عن متعة قبول حتى رضا ولزة وبس الواحد يفوت بروتين العلاقة الحميمة فيكن ما بقت تكونوا عم تهتموا بهالإشارات غير اللفظية للشريك وهذا فيكن كتير مؤذي وفي دراسة فرجت أنه بالنهاية الحديث الجنسي هو أكتر غير لفظة مما لفظة لأنه منلاقي أسهل أنه نتواصل بأجسادنا بدلا من ما نقول القصص بصوت عالي خاصة بس يكون متعلق الموضوع بشي هلقات شخصة وعميق مثل الجنس وبركب الأول ما تكونوا بحاجة أنه جد تقرش شخص التاني مزبوط لأنه تخيلوا أنتوا عم تزوروا بلد جديد متفاجئين بكل شي عم بتشوفوا مدهوشين بكل شي عم بتشوفوا إنما مع الوقت بس تصيروا معوضين لهذا المحيط رح يكون في حاجة أنه تكونوا وعيين أكتر للمحيط تتفهموا أكتر وهذا نفس الشي بالنسبة للعلاقة الجنسية لازم عجد تقدر تقرر الشخص مزبوط تقدر تستمتعوا سواء كيف بتصلحوا الموضوع فكروا بوعي بالشخص اللي بحياتكم ركزوا كل انتباهكم على إرضاء الشريك تغزلوا بجسدوا وانتبهوا للإشارات الغير اللفسية طريقة اللي بيحرك فيها جسمه التغيرات بالتنفس الآهات الأنين كلها هنة أدلة للشعور واللزة الجنسية وحافظوا على التواصل البصري دايما أكتر شي رومانس بالممارسة الجنسية هو هالتواصل البصري ومع ذلك مع الوقت في كتار ما بيعودوا بيتطلعوا ببعض بيصير يتليش هيدا التواصل البصري لازم دايما نكونوا in contact مع الشخص التاني ميرسوا كمان اليقزة الزهنية بغرفة النوم كونوا mindful كونوا باللحظة اللي عم بتمرسوا فيها الجنس ركزوا على كل الأحاسيس اللي عم بتحسوا فيها سمحوا سمحوا لحال كون أنه تكونوا مركزين ومنتبهين لأحتياجات الشخص التاني عام الآخر في سبب أنه يكون الجنس غير مرد أم سيئ إذا بتنسوا تكسروا الروتين تخيلوا أنه أنتو بتحبوا الصيد وتخيلوا أنه كل مرة كل مرة بتروحوا تتصيدوا بنفس المحل بنفس اليوم بمنافس الطريقة بركع الرغم من حبكم للصيد مع الوقت تتجاروا وما تعودوا تحبوا تروحوا تتصيدوا الناس بيحبوا يجربوا قصص جديدة بجميع جواني بالحياة وبتظهر الأبحاث أنه نحنا منميل لفقدين الاهتمام بالجنس بس يصير الجنس متكرر كل الوقت نفس الشي فأحد ما فاتح ممارسة الجنس الرائعة من جيد هو تجربة أشياء جديدة والتنوع هو نكهة الحياة والجنس منه استثناء فكيف بتصلحوا الموضوع؟ نعشوا بعض الأمور الجديدة اللي قدرين تجربوها تتخلو الحميمية تكون مرحة أكتر ومسيرة أكتر وممتعة أكتر هكيد احترموا حدود بعض وما تنسوا التراضي والموافقة ما تضغطوا على الشخص التاني كرميل يقبل يعمل القصص اللي أنتو بتكون نيها فاتشوا سوا على موارد تتشوفوا شو فيكن تزيدوا بحياتكن الجنسية ودايما دايما ناقشوا شو حابين تعملوا قبل ما تعملوا وبهالطريقة هادا شي بيسمح لكم بالتفكير عن جد كيف حابين تمارسوا وتكونوا مبديعين أكتر بالممارسة الجنسية فإذا بتخططوا شوي هادا شي بيساعد كتير وبيسمح لكم أنو تتصرفوا بناء على تخيولات جنسية جديدة جربوا وطعيات جديدة محلات جديدة طرق جديدة لمسات جديدة رويح جديدة دايما نوعوا بحياتكن الجنسية عام الآخر فيه يخلي أن الجنس ما يكون ممتع هو إذا الشريك منو بالحالة المزاجية المناسبة وبعد الأقوات فينا نحس أنو مش طالع عبالنا أم نحنا مش بالمزاج كرميل نمارس الجنس بسبب ضغوط الحياة الشغل شعور بعدم الراحة التوتر استرس الأطفال فهيدا الشي طبيعي ولازم أنو نكون قادرين أنو نقول للتاني أنو اليوم مني مرتاح أم مرتاح أنو مارس الجنس وإذا كان الشخص التاني عم الشريك كل الوقت منه طالع باله أم منه مهتم بالممارسة الجنسية يعني بركي فيه مشكلة أعمق من هيك وأكبر من هيك وبركي يكون السبب شخص يكون أسهل أسهل أنو تحلو في كتير أسباب محتملة بركي يكون بس الأمر متعلق بمزيد من المداعبات المزيد من التنويع النوع من الممارسة الجنسية وبركي تكون المشكلة معقدة أكتر أم متعلق بشي عميء أكتر بركي كمان هذا الشي يكون متعلق بتعب التعب بالنسبة للجخل التعب بالنسبة للمشيغي اللي بالبيت وهنا لازم تقدروا تساعدوا بعض بالبيت كمال الشخص التاني يكون مرتاح وإذا ما بتلقوا السبب سوى مش قادرين تحكوا ساعتها لازم تستشيروا شخص متخصص بالحياة والعلاج الجنسي في غير أسباب يتسبب أن الجنس ما يكون مسير ما يكون مرد مثل شرب الكحول بطريقة مفرطة في بعض الأشخاص بفكروا إذا شربوا رح يكونوا بمزاجهم أحسن للممارسة الجنسية ورح يكونوا مسترخيين أكتر ورح يكونوا ناشطين جنسيا أكتر إنما مع الوقت الإفراد بتناول الكحول بضعف الأدورات الجنسية وفيه سبب مشاكل انتصاب تدني بالرغبة نشاف محملة كيف الواحد بيصلح الموضوع أول شي بده يخفف تناول الكحول تاني شي إذا فيه منوع من الإدمان على الكحول الواحد بده يستشير متخصص بعض بعض الأسباب اللي بتخلي كمان الجنس يكون سيء هو بس يكون فيه قذف سريع إذا مش قادرين تتحكموا بالقذف تبعو لكون فبتضلكم خايفين أنه تقصفوا بسرعة ومش قادرين تدعبوا الشريك اللي مع كون تتوصلوا الشريك للنشوة وكل ما تبلشوا بالإلاج بيكون القذف سريع فهم أم أنتو بتحسوا بإحباط أم الشريك اللي معكم بحس بإحباط لازم أولا تحكم مع الشخص التاني تتعرفوا إذا هيدا مشكل أما لا لأنه إذا أنتو عم بتميرسوا الجنس مع امرأة بركي هي بالنسبة لإلها ما يكون مشكل إذا هي بتوصل للنشوة بالمداعبات وبركي يكون مشكل لإلها لأنه ما عم بتحتموا فيها قبل الممارسة وبعد الممارسة وبركي يكون هي بالنسبة لإلها كتير مهم الإلاج ووقت الإلاج طبس تعرفوا تفطيلات الشخص التاني وتحددوا إنتو كمان تفطيلاتكن راح تفتشوا على حلول استشيروا طبيب متخصص وشوفوا شو الحلول المتوفرة لإلكن هل هي تمارين وتقنيات هل هي بخاخ لتأخير القذف أم أدوية لتأخير القذف تنلخص كل الموضوع إذا أنتو عم بتفكروا أن الجنس السيء يعني علامة فشل ما لازم تفكروا بالموضوع بهالطريقة هي بالعكس فرصة كرميل تتعلموا كرميل تتحسنوا كرميل تغيروا ممارسكن الجنسية فالجنس السيء بيسمح لكم تلاحظوا شو أخطائكن وتشتغلوا عليها كرميل تنشحوا العلاقة أكتر وتنبسطوا بالعلاقة أكتر دايما في تحديات بالعلاقة الجنسية تعودوا أنوا تحكوا مع الشخص التاني وفكروا سواء تتلاقوا حلول وهيك تنتهي حلقتنا لليوم شكرا لكل المستمعين ما تنسوا تبعتونا أسئلتكم بخانة التعليقات وتشتركوا بالبودكاست يلا باي باي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر